لم يكن ما قاله مكرون قبل تسعة أشهر أمام ضيفه رئيس وزراء اليونان كلاما عابرا تحدث حينها عن شراكة استراتيجية أمنية بين البلدين خلال أشهر أرسل التاريس إلى المنطقة قبل أسابيع فرقاطة لفيت مدعومة بمقاتلات رفال بموازات تسارع المحادثات بين وزيري دفاع البلدين ما أنتج إعلانا عن صفقة تشتري بمجيبها أثناء 18 طائرة رفال فرنسية ومروحيات فرض احترام القانون الدولي واحد من أهداف تحركنا يقول الفرنسيون أولا القانون الدولي يجب احترامه والبحر له حدود وليس من المقبول أن تدخل تركيا إلى مياه اليونان ثم تعتدي على سفينة فرنسية وأن تنتشر عسكريا في ليبيا كل هذا مزعزع للاستقرار رغم الصفقة يبقى أسطول تركيا الجو متفوقا في العدد مع 310 طائرات حربية مقابل 230 لليونان لكن رفال الفرنسية الحديثة أكثر تفوقا من أف 16 الأمريكية القديمة التي بحوزة تركيا يعتبر مراقبون هنا أن شراء اليونان مقاتلات رفال رسالة فرنسية سياسية وعسكرية إلى تركيا هذا العقد حول بيع رفال يأتي ليعيد رفع موقع فرنسا في المتوسط وليظهر أنها جدية في إرادتها للتصدي لأردوغان تواصل فرنسا الدعوة إلى الحوار بين تركيا واليونان لكنها ترى أنه لن ينجح إذا كان ميزان القوى العسكري مختلا لصالح أنقرة شراء اليونان مقاتلات رفال فرنسية يندرج في إطار تسريع الخطى من جانب باريس وأثناء لإرساء دعائم شراكة استراتيجية أمنية بالدرجة الأولى تضمن للفرنسيين برأي مراقبين هنا موطئ قدم في شرق المتوسط وتحمي الشريك اليوناني من مخاطر مواجهة عسكرية غير متكافئة مع تركيا حسين قنيبر العربية باريس